اهلا بكم من جديد في الشأن المحلي كثف المنتخب الأولمبي لكرة القدم تدريباته في مجمع الإرسال بالدوحة استعدادا لمباراته الأولى أمام نظيره التالندي التي تقام يوم غد الثلاثاء في ملعب استاذ الجنوب المونديالي في الساعة السادسة والنصف في مستهل مشوارة في النهايات الأسيوية المؤهلة إلى أولمبيات باريس وشملت التدريبات تطبيق حالات اللعب المختلفة والتنوع في البناء الهجومي وفي السياق ذاته قال عضو الاتحاد غانم عربي أن المنتخب أكمل استعداداته الفنية وأصبح بجاهزية تامة للدخول إلى البطولة وخوض المبارات الأولى أمام تايلند وأضاف أن الملاك التدريبي واللعبين يسعون إلى تحقيق أفضل النتائج في البطولة وتحقيق تطلعات اتحاد الكرة والإعلام والجماهير الرياضية بخطف أحد البطاقات المخصصة لتمثيل القارة في الأولمبيات وصل فريق الشرطة تمسكه بصدارة دور النجوم العراق بعد أن اشتاز ضيفه الميناء بهدفين دونرد في اللقاء الذي أقيم على ملعب الشعب الدولي الوصول إلى نصف نهاية كأس العراق على حساب الميناء ما هي إلا البداية بالنسبة لجماهير الشرطة التي تأمل أن يحقق الفريق ثنائية الدوري والكأس في نهاية المطاف أما بالحديث عن الميناء فقد خاض المواجهة من أجل الثأر من هزيمة الكأس والوصول إلى المركز الحادي عشر المتصدر مارس ضغطا كبيرا على مرمى الضيف الهدف واضح أخذ الأسبقية ميمي أول المبادرين على اذكرته المرمى أبناء الجنوب ردوا سريعا رئيسية المماثلة من كرار جعفر وقف بوجهه أحمد باسل مهند علي وجد طريق الشباك لكن تقنية فار كان لها رأيون آخر رأسيات الشرطة لم تتوقف لكن من دون هز الشباك وقبل النهاية بقليل حصل ما لم يكن يتمناه حسن أحمد بإقصاء حيدر سالم من المباراة في المشهد الثاني النقص العددي كان وضحا على فريق الميناء الذي اختار اللعب على الكرات المرتدة في المقابل زاد الشرطة من محاولاته عن طريق الأقدام بعد أن فشل الضربات الرأس سين علي قرر التزديد من بعيد هذه المرة رفض القائم افتتاح التسجيل فار أراد تصدر المشهد من جديد بعد أن ألغى هدفا ثاني للشرطة الوقت يمضي وما زالت النتيجة على حالها حتى جاء الفرج لأبناء مؤمن سليمان برأسية مناف يونس هدف مناف فتح شهية القيثارة بعد أن استغل لوكاس سانتوس خطأ الحارس وتمكن من إضافة ثاني أهداف الشرطة منهيا به المباراة مصطفى عصام العراقية الرياضية ذكر المدرب المساعد لفريق الشرطة عمرو فتحي أن النقاط في المرحلة الثانية لا تعوض وأنهم راضون جدا عن أداء اللاعبين مبينا أن فكرة تأجيل مباريات القوة الجوية فيها عدم تكافؤ للفرص بالنسبة للفريقين النقطة في الدور الثاني خلص ما تتعوضش فطبعا فكرة أنك تبقى تحت ضغط أنك بتنافس وبتلعب على بطولة دي حاجة كبيرة وحاجة بتحتاج بزل مجود كبير جدا من اللاعب الشوت الثاني الحقيقة ما كناش في أفضل حالتنا الشوت الأولاني ما كناش في أفضل حالتنا الشوت الثاني الحقيقة عملنا جيم كويس جدا لعيدنا الكرة اللي احنا مستنينها برتم سريع خلقنا فرص كتيره فيه حتى الجوال ما تحسبتش لكن احنا الحمد لله راضين بنسبة كبيرة عن الشوت الثاني وعن أداء اللاعبة فكرة أنك تأجل المنافس وأنا بلعب كل ثلاثة يام فعلا دي فرصة زيادة للمنافس هو هيبقى مريح أكتر ثلاثة أربعة يام وأنا بلعب كل ثلاثة يام فهي فيها برضو عدم تكافؤ الفرص فريق الميناء فريق محترم فريق جماهيري يعني إذا مو يلعب اسمه يلعب بتاريخه فمثل ما قلت فريق عنيد عنينا الشوط الأول معهم فريق متكت الدفاعية مثل ما شفت أنت بس الحمد لله وشكر قدرنا بالشوط الثاني نجري التبديلات قدرنا أنه نغير طريقة لعبنا يمكن الشوط الأول ظهرنا بمستوى ما يعني موم لبيل طموح لكن الحمد لله وشكر شوط الثاني عوضنا المباراة كان ينقصها الهدف الأول والحمد لله سجلنا وشفت النادي الشرطة رجع الوضع الطبيعي تعرفت أغلبية الفرق تجي تتكتل دفاعينا ما من الشرطة لأن تحسب بحساب الشرطة يقول لك فريق ما أخذ دوري على التوالي فالكل يجيك محزمة مثل ما يقولون إلا ذلك أوضح مدرب فريق الميناء حسن أحمد إنما تحقق حتى الآن يعد إنجازا بالنسبة لوضع الفريق مؤكدا أيضا تأثر الفريق بغياب مهاجمه سالم أحمد المتواجد مع المنتخب الأولمبي حتى الآن نحن نسوي إنجاز بالنسبة لفريق الميناء ماذا يقدم من أسلوب ممتع إضافة إلى النتاج نحن لو نقيس الثلاث مباريات اللي خسارناها مع الكار نحن ما نستحق الخسارة لأن تقريبا دقيق خمسة وثمانين قدروا يسجلون علينا هدف الفوز فيه حين نحن ضيعنا أربع فرص قبلها نجي مباراة الشرطة الكاس المباراة الشرطة الكاس لكل شاهدها والكل أثنى على المستوى القدم من نادي الميناء لكن أنت من تجي حكم مباراة هو أصلا متعين بالداخلية ويجي حكم مباراة أكيد رح يميل للنادي الشرطة ما احترامي النادي الشرطة نادي الشرطة ما يحتاج لها حكم يساعده الميناء يحتاج لها حكم يكون منصف ويا لكن أنت من تجي تطيل مباراة بهالسهولة هدف سالم لغاء هدف صحيح وبشهادة الجميع إضافة إلى ضربة جزاء الكرار طرت كرار واعتبرها تحايل بالنسبة لدي تحايل الكرار فنحن خلال ثلاثة أيام نجي نلعب مع فريق متخم بالنجوم ومصطبته هي يعني لاعبين منتخب وطني أمام لاعبين شبان وطرد لاعب أكيد تتثر أنت من دقيقة أربعين قد نطرد وده تلعب أمام شرطة ينزلك حالي حسني يعني ألما ننزل؟ أنا ننزل لاعب يمكن أول مرة يعني إحنا اليوم مصطبتنا يمكن أول مرة صادف يعني نقص لاعبين بيها فما ممكن أنت شوف الدقيقة إحنا نقاومنا لدقيقة خمسة وسبعين ستة وسبعين بس هنا الفارق صارت من حالة ثابتة قد يسجلون الهدف الثاني من خطأ فردية من حارس المرمن إحنا سالم إلى ثقلب الفريق ثاني شيء إحنا ما عندنا البديل للمهاجم يعني عندنا شوكان ومصاب فما عندنا بديل إلي يعني انتشاهد اليوم لعبنا سجال سجال ويلعب خلف المهاجم أو للجانب كرار يلعب للجانب جبناهم لكن ما عندنا يعني حال ثاني نلعب بهذا التشكيل وانا اليوم مدال عبوا الشرطة لكن لعبت بثنين مهاجمين تغلب فريق الزوراء على أمانة بغداد بهدفين إلى هدف واحد في الجولة الثانية والعشرين لدور نجوم العراق مباراة حلقت بها النوارس بعد فوزها ورفعت سود العاصمة هاماتها فخرا بالأداء الحديث هنا عن لقاء أمانة بغداد والزوراء في جولة الثانية والعشرين لدور نجوم العراق مطلع شوط المباراة الأول شهد أفضلية واضحة للزوراء حتى ترجمت عبر هدف لحسن عبد الكريم فرحت به جماهير الزوراء التي تغنت بنجومها الذين أضافوا ثاني الأهداف بأقدام كريستوفر بعد أن أجبروا الخط الخلفي لأمانة بغداد على ارتكاب الخطأ هنا ظن الجميع أن اللقاء متاجه لمهرجان من الأهداف لصالح أبناء عصام حمد لكن الواقع عكس ذلك فتوجيهاته عباس عبيد أعادت لاعبه للمباراة التي عاندتهم كثيرا فقد أضاء ديدار تقليص الفارق بفشل تنفيذه لركلة جزاء أما الشوط الثاني نجح محمد جفال بهذه المهمة من خلال تسجيله هدف أمانة بغداد الوحيد حيث رغم سيطرة رفاقه على الكرة إلا أن كل محاولاتهم ذهبت سدى لتنتهي المباراة بثنائية زورائية مقابل هدف بغدادي يتيم بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزوراء إلى النقطة السابعة والثلاثين في المركز الرابع فيما تجمد رصيد أمانة بغداد عند النقطة الرابعة عشر في المركز التاسع عشر بجدول الترتيب العام للمسابقة المحلية الأغلى العراقية الرياضية أرشد العطار بعد الخسارة أمام الزوراء قال مدرب أمانة بغداد عباس عبيد أن فريقه بدأ بالتصاعد بيانيا على المستوى الفني لكنه لا يملك لاعبين دوي خبرة بالشكل الكافي من استلمت الفريق لحد الآن شفت فريق بدون روح بصراحة يعني عجبني بالفريق أنه خط بياني متصاعد لكنه كرة القدم القرارات المهمة يحتاج لها لاعبين خبرة قرارات المهمة يحتاج لها لاعبين خبرة أنا خبرة لاعبيني بصراحة لبعض منعدهم جدا قليلة يعني أنا بلعبة نوروز نفس الخطأ حارس المرمم طهل المهاجم صارت قول وهي نفس خطأ قاتلين أي خطأ قاتل هذا يتحمل اللعب نفسه وليس المدرب يعاني أكد عسام أحمد مدرب فريق الزوراء أن سبب تراجع اللاعبية في الشوط الثاني أمام أمانة بغداد جاء بسبب الضغوط هو الجدول المزدحم الذي يعاني منه الفريق يعني الحمد لله وشكرا لفوز الثالث على التوالي الفريق ما كان متعود على خلنا نقول لهاي النغمة من الانتصارات أهم شيء أنه روحية عادة يعني رغبة الفوز موجودة أما بالنسبة للشوط الثاني مسألة طبيعية يعني تعرف الجغل اللي بدلون اللاعبين خلال مباراتين السابقة مبارات الكهرباء مبارات الكيس كانت مبارات مهمة جدا وفريق كان يشتح الوطات أنه يحقق نتائج إيجابية فأكيد نعكس عدد الفريق مبارات اليوم هذا شيء متوقع بالنسبة للمكان حقق فريق زاخ انتصارا بهدفين دون رد على حساب مستضيفه فريق نوروز في الجولة الثانية والعشرين من دور نجوم العراق الفاصل بينهما نقطة واحدة وكلاهما لا يريدان الخسارة سعيهما اهدا هدية ما بعد العيد للجماهير نوروز وشقيقه زاخو أبناء الخابور يصلون للدقيقة الثامنة والعشرين بهدف أمجد عطوان محركا صمت الشباك الحكم يشير لعلامة الجزاء لأهل الدار وغرفة الفار تستدعي للتحقق ليأتي قرار الإلغاء مروان حسين حاوله ونسي مقاصات الهدف عند التزديد زاخو يزيد الغلة والحكم لا يعترف بشرعية الهدف مع نهاية الشوط بداية النصف الثاني ومحاولات نوروز لا تنجح كرة لا تعبر خط مرمى زاخو وأخرى تمضي جانبا دون عنوان وقت الشوط الثاني يمضي وفرانك سيدريك يمضي على ثاني الأهداف لفريق زاخو معه ارتفع رصيد زاخو للنقطة السابعة والثلاثين في المركز الثالث نقول لهاردك لنوروز وألف مبروك لنا نشكر الأخوان هنا في نادي نوروز على الاستقبال المميز طبعا اليوم قدمنا مباراة تهتيكية على مستوى عالي لاستعاب لعبين لنقاط المهمة ونقاط القوة بفريق نوروز وإيقافها نشكر لعبين على هذا المجهود اليوم أداء ونتيجة الحمد لله ضفرنا بالفوز في القسم الثاني أول مبارتين كان فيه أداء وفيه استحواذ في أرضية الملعب لكن نحرز أداء في اليوم الحمد لله فيه أهداف فيه أداء فيه نقاط جدا مهمة مكاسب جدا مهمة رغم جديد بخط الدفاع مبروك النادي زاخو هارد لك أعتقد خسرنا أكثر من مباراة من ملعبنا ما أعرف سوء التوفيق لكن اليوم نقول فرقنا مدر المستوى الجيد نحن كلاعبين نراجح حساباتنا بالمرحلة الثانية تعرف بدايات حسنا أول خسارة في هذا الطبيعي المطبيعي دائما عودنا الجمهورة ننظر بالمستوى جيد عين ننسى هذه المباراة نعيد حساباتنا كلاعبين نحن أول شي ونرجع كوضعنا داخل الملعب إن شاء الله من السليمانية مؤيد الهاوي العراقية الرياضية إلى ذلك قدم مدرب فريق نوروز واللي كريم استقالته إلى إدارة النادي بعد خسارته بهدفين دون رد أمام زاخو هذه قرار نهائي قررت أنه أنا استقالت من نادي نوروز نتيجة الظروف اللي دانمر بيها المطالب الجماهير السقف مطالب الجماهير صارت أعلى من الطبيعية بدأوا يتحركون ويسببون مشاكل للفريق ومشاكل يسببون بالنسبة إلي بدأوا في قبل كل مباراة بدأوا يتناولون بالإبطالة ويفشرون علينا ويسبون فهذه الأمور أنا ما تحملتها وقررت استقالتي وقدمت استقالتي للإدارة وطلبت من عندهم عدم الرجوع وعدم منه يوافقون ما ما يوافقون هذه قرارة أنا تخذته أنا كنت دائماً في كل قراراتي أنظر للإدارة والرئيس النادي بنظرة احترام وتقدير وما كنت أقدر أستقيل احتراماً للقرارات ومو احتراماً للفريق لكن وصل مرحلة أنه قمت ما تحمل بعض الجماهير بدأوا يسبوني وبدأوا يعترضوني وبدأوا يعني ينزلون علي تعليقات ما تحمل هذا وتستكمل اليوم مباريات الجولة الثانية والأشرين من دور نجوم العراق بإقامة خمس مباريات إذ يلتقي فريق النفط بذي في نفط الوسط على ملعب المدينة ويواجه فريق القاسم نظيره النجف على ملعب كربلاء وعلى ملعب تهوكي يستضيف صاحب الأرض نظيره الكرخ فيما يجمع ملعب الميناء لقاء البصرة والحدود وتختت مواجهات اليوم بلقاء القوة الجوية ونفط ميسان على ملعب الشعب الدولي يعمل فريق الكرخ لمواصلة نتائجه الإيجابية في دور النجوم العراق وتحقيق فوزه الثاني تواليا عندما يحل ضيفنا على فريق دهوكي في الجولة الثانية والعشرين من المسابقة مع وصولنا للجولة الثانية والعشرين تتواصل مرحلة جمع النقاط للفرق القريبة من مناطق الهبوط وبلا شك يحاول فريق الكرخ زيادة رصيده من النقاط والارتقاء في سلم الترتيب عند مواجهة هوك على أرضه مباراة أربيل كانت مباراة صعبة جدا ومباراة الطلبة هنا كانت مباراة صعبة جدا ومباراة ميناء كانت مباراة صعبة جدا الحمد لله قدرنا نحصل خمس سنقاط بنحضر إن شاء الله بإذنك رب خلاص صفحة وانطوت تماما بنحضر دلوقتي للمباراة دهوك إن شاء الله يوم لتنين مهم جدا من نسبة لنا يبقى عندنا استمرية وده اللي إحنا بنحاول نرصحه جوه لعابتنا إن يكون عندنا استمرية فيما يخص الأداء ونتائج وده شيء هو اللي بيديك الوصول لأهداف جيدة في أقصر زمن إن شاء الله والأهم إنه إحنا نجمع نقاط حاليا لأن وضعنا ما يسمح صراحة صراحة عاديا إحنا استعداداتنا جيدة لمباراة دهوك عازمين إنه نكمل في آخر ثلاثة مباريات يعني تقريبا نتائج طيبة خمس نقاط في آخر ثلاث مباريات حصيلة مهمة للاعبي الكناري الذين ما زالوا يبحثون عن الوصول إلى المناطق الدافئة وتحقيق الفوز على دهوك سيزيد من ثقتهم نحو العودة إلى وضعهم الطبيعي في آخر مباراة الحمد لله قدرنا نحصل ثلاث نقاط من خارج أرضنا نادي صعب نادي الميناء نادي جماهيري والحمد اللي إحنا معاولين على ثلاث نقاط ملعب نادي دهوك وإن شاء الله نقول إحنا إن شاء الله نبدأ نادي الكرخ تشوفوا بها المرحلة يعني نادي الكرخ غير أنا جاوزنا المهم قدرنا نرجع الوضعنا طبيعي بقاننا الأهم إنه كيف نستمر على وضعنا اللي يظهرنا بيه بالمباراة الأخيرة مثل ما تعرف المرحلة الثانية مباراة ما بها تعويض مباراةنا أمام دهوك مباراة ما تخلوا من الصعوبة تعرف اليوم تروح النادي بين أرضها وبين جمهورها جولة مهمة لأبناء هيثم شعبان من أجل مواصلة صحوتهم والاقتراب أكثر من المراكز العشرة الأولى تجنب الخسارة في آخر ثلاث مباريات زاد من طموح الكرخ في كسب نقاط دهوك من الشمال والارتقاء في سلم الترتيب هدف سيدخل فيه اللقاء من ملعب الساحر أحمد راضي مصطفى عصام العراقية الرياضية أنهى فريق الحدود استداداتي لمواجهة مهمة تجمعه بنفط البصرة على أديم ملعب الميناء الأولمبي لحساب جولة ثانية والأشرين من دور النجوم العراق أكيد مباراة مهمة بالنسبة إنا خصوصا بعد الإخفاق اللي صار خلال مباراة كربلة الخسارة مباراة مهمة بالنسبة إنا وبالنسبة لنفط البصرة أيضا لازم نحصل ثلاث نقاط حتى شوين ندفع بسلم الترتيب أكيد كوفة خطة مغيرة من كالتدريب إن شاء الله تصحيح الأخطاء من مباراة السابقة وإن شاء الله نظهر بشكل جيد يا رب إن شاء الله مباراة السابقة اللي حصتها تدرب لكن علينا أن ننسى هذه المباراة علينا أن نشتغل على نفسنا نحن كلاعبين لازم نحسب نسؤولية وإن شاء الله نحن قدهة وإن شاء الله نحسب نسؤولية وعندنا مباراة قادمة مع نفط البصرة في البصرة إن شاء الله نصالح الكاثر التدريبي ونصالح الإدارة ونكسب ثلاث نقاط إن شاء الله هذا وكثف صاحب البركز الثامن في سلم ترتيب دور النجوم العراق فريق النجف تدريباته اليومية على ملعبه سددا لملاقات ضيفه فريق القاسم اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري مباراة اللي ستكون أنها هي بوابة دخول المربع الذهب إن شاء الله فمباراة جدا مهمة فريق القاسم واحد من الفرق الآن اللي بدت نتاجها تصعد المباراة الأخيرة حقق أربع نقاط بصعوبة يعني مو بسهولة مع فرق جيدة وإن شاء الله نحن نكون عازمين على ناخذ المقاطب الثلاثة ونوجع بها للنجف بعدها عدنا مباراة إن شاء الله نكمل بها نكون ضمن الفرق الأربع الموجودة بالدوري إن شاء الله أكيد استدادتنا جيدة لمباراة القاسم ونحن نجيها بروح عالية ونحن عدنا كل مباراة نهائية نقاط الدورة قريبة كلش يعني عن الثالث والرابع فإن شاء الله ناخذ هذه النقاط وتكون نقاط مهمة إن شاء الله فالطرف الآخر أنهى فريق القاسم تدريباته لقاء فريق النجف والتي ستقام على ملعب كربلاء الدولي ضمن منافسات جولة 22 من دور نجوم الإراق ويحتل فريق القاسم المركز الثامن عشر برصيد ست عشرة نقطة حيث حقق الفوز في أربع مباريات وخسر في عشر مواجهات وتعدل في سبع مباريات كل مباراة إلى هدفه نحن اليوم هدفنا حال النادي بتعرف بالترتيب قدر الإمكان كل فريق بإذن الله له احترامه منحترم فريق النجف فريق كبير عريق منه جهاز تدريب كبير وأموره أنا بعتقد أنه جيدة لكن كمان يعني لحنا في أمور عم نحاول قدر الإمكان نستازه بسرعة لأنه الوضع كتير صعب لكن بهمة إن شاء الله اللاعبين والإدارة والجهاز التدريبي إن شاء الله نستازه المرحلة ونحقق عدفنا من وصول لنقطة أمان بالترتيب نظرنا مباراة صعبة مع نادي النجف نادي يعني إلى اسمه بالدوري وخاصة بالفترة الأخيرة أدى نتائج جيدة بالدوري نطمح أنه نحقق نتيجة إيجابية تكون يعني تحسن من ترتيبنا بالدوري وإن شاء الله نقدم نتيجة إيجابية ونحصل الثلاث نقاط إن شاء الله إداراتنا ممتازة لمباراة النجف نسعى أنه نحقق نتيجة إيجابية خصوصا أنه المبارتين سابقتين نحقق النتاج طيبة نسعى أنه نحقق نتيجة إيجابية هذا المباراة حتى نعزز مكانتنا في الترتيب ونوع الجماهر خصوصا مؤازرتهم تكون نتائج إيجابية في المباراة القادمة إن شاء الله جيدة أكيد المدربين اللاعبين عازمين على تحقيق ثلاث نقاط بملعبنا المباراة وإن شاء الله نكون نتقوي لفريق نجف فريق نجف خصوصا في المرحلة الثانية فريق مغاير عن المرحلة الأولى وإن شاء الله نحقق نتيجة إيجابية في هذه المباراة رفع منتخبنا الوطني لكرة الصالات وطيرة تحذيراته تأهبا للمشاركة في النهائيات كاسي أسيا التي تستضيفها العاصمة التايلندية بانكوك للمدة من 17 ولغاية 26 من نيسان الجاري وخضى منتخبنا الوطنية الوحدة التدريبية المسائية بمشاركة جميع اللاعبين وقد تركزت التدريبات فيها على عمليات الإحماء والجوانب التكتيكية التي يسعى المدرب إلى تطبيقها في مواجهة المنتخب السعودي يوم الأربعاء المقبل تقام اليوم خمس مواجهات في دور النخبة لكرة اليد لحساب الدور الرابع من المرحلة الثانية أبرزها لقاء القمة بين المتصدر الكرخ وفريق الحجر الشعبي روح المنافسة وتقديم المستوجي من خلال المثابرة والعمل الكبير وعندما نريد التكلم عن الدوري العراقي المبتاز لكرة اليد فلا بد أن نقف في محطات عدة فهذا الموسم لا يختلف عن المواسم السابقة من حيث المثابرة والندية الحاضرة بين الفرق المشاركة دور النخبة لكرة اليد وصل إلى دوره الرابع من المرحلة الثانية بإقامة خمس مباريات الأولى ستجمع الطلب صاحب المركز الحادي عشر بنفط البصرة خامس الترتيب والثانية ذيقار سيحل ضيفا على نفط الوسط والثالثة المضيف نطميسان عشر الترتيب يستضيف الكوت وكربلا يضيف الوصيف الشرطة في مباراة مهمة يسعى فيها الطرفان التقدم بسلم الترتيب بينما المتصدر الكرخ سيلتقي بفريق الحجر الشعبي في لقاء القمة فالفريقان يطمحان بالفوز المشروع الكناري يسعى للفوز من أجل التمسك بالصدارة وأما الحجر الشعبي يريد التقدم منه فلمن تتسم هذه اللقاءات ولمن ستميل الكفة فالطموح لا يقف عند حد معين سيف الخرسان العراقية الرياضية بشهدين كرام في الختامة نشراتنا موجودة على الانترنت فيسبوك انستجرام يوتيوب شكرا لكرام المتابعة للقاء اشتركوا في القناة